السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول بأنها فتاة في السابسة عشرة من عمرها تقول لا أحب أحد أن يفرض سيطرته علي وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج تقول بأنها تقدم لستفتها الشاب وهي في الخامسة عشرة من عمرها ولكنها تقول رفضت بحجة أنها لا تريد وتريد أن تكمل دراستها تقول أنا مكرمة عند أهلي وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة بل العكس وأنا لا أعرف من الطهي مطلقا ولا أحب أن أدخل المطبق لأنني لا أريده سؤالي تقول المستمع هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيا لعلم أنني أحب ديني وأحب الله كما أنني أحب نبيه عليه الصلاة والسلام هل هذا الرفض فيه مخالفة للشرق أم ماذا أرجو من الشيخ محمد إفادة لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بمثل هذه الأعذار التي ذاكتها السائلة بل تتزوج وربما تكون حالها بعد الزواج خيرا من حالها قبل الزواج كما هو الشائع المعلوم والمرأة إذا تزوجت حصل في زواجها خيرا كثير من إحسان فرجها ونيل متعفها وربما ترزق أولادا صالحين ينفعونها في حياتها وبعد مماتها ثم هي أيضا تحصن فرج زوجها ويحصل بهذا المكاح الاجتماع والتعالف بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة الزوجة وقد قرن الله وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصهر قصيما للنسب فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وما أكثر الناس الذين تقاربوا وحصل بينهم ثلاث كثيرة بسبب المصاخرة فالذين يبشروا به على هذه المرأة أن تتزوج وأن لا تجعل مثل هذه العذار عائقا دون زواجه وستجدوا إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا في تزوجه ثم إن كونها تعود نفسها أن لا تكون مأمورة ولا يحال بينها وبين مطلوبها فهذا خطر بل الناس بعضهم ببعض يأمر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا فالإنسان ينبغي لها أن يصبر وأن يتكيف مع الحياة كيفما كان إلا في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى به بارك الله فيكم